مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يستكشف تاريخ أصول العرب سنتعرف على الثقافة والتفاصيل التي تشكل جزور هذا الشعب العريق العرب يعتبرون جزءا هاما من تاريخ البشرية وقد تطوروا عبر العصور ليصبحوا جماعة قومية متنوعة ومأزيرة في شرق الأوسط وشمال أفريقيا دعونا نصدر التاريخ العربي ونكتشف أصولهم متشاعبة تتألف العرب من ثلاثة أصول تاريخي منتداخلة الأصل الأول هو العرب البائدة الذين اختفوا تماما يعتقد أنهم كانوا جزءا من قبائل هاد وسامود العربية القديمة ويعود نسبهم إيرا من ذرية نوح عليه السلام الأصل الثاني هو العرب العاربة وهم الذرية التي تنحدر من يعرب ابن يجب ابن قهطان ويعودون إلى سام ابن نوح الأصل الثالث هو العرب المستعربة وهم الذين تأثروا بالثقافات الأخرى واندمجوا فيها للأسف فرقوا العرب العاربة بسبب تفارقا في الإيمان والعبادة تفرقوا شزرا مزرا تعقبت على الحكم العرب العاربة عدة حكام بما في ذلك ربيع ابن نصر الذي حكم اليمن وأصبح معروفا بالرقب التبى وعدل قهطان عشرة أولاد وفمن أولاده لخم وجزامهم الذين انتقلوا إلى الشام ومنهم أنوار أزد الأوس والخزرج وغيرهم وكلهم أصبعوا فروعا للعرب العاربة بدأ حكم الحميريين في اليمن منذ حوالي 1200 عام قبل الميلاد وتميز فترة حكمهم بالإزدهار والتقدم في مختلف المجالات مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والعمارة من أشهر ملوك الحميريين ربيعة الذي أنشأ سد مأرب وهم أحد عجائب الدنيا السواع القزيمة كما حكم الحميريون اليمن في فترة ملوك التبابعة الذين اشتهروا بحكمهم العادل وإهتمامهم بالعلم والثقافة السعد التاريخي لملوك حمير وبعده ربيع الملك العرب إلى ملك يسمى تبان أسعد ويطلق عليه التبع أبي كريب وذهب إلى المدينة النبوية واللقية بالأوس والخزرج وهم من كانوا مهاجرين من اليمن إليها وتواصل مع اليهود بالمدينة وسمع من اليهود قولهم أنه سيأتي نبي آخر الزمان بالمدينة المنورة التي كان يطلق عليها يسرب ويبحث بمؤرخين ما أبقى اليهود بيسرب حينها إلا طمعا أن يبعث رسولا آخر الزمان منهم واعتنق اليهود كانت أصح دين فذهب إلى مكة وكسي الكعبة ويقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تصبوا تبعا فقد أسلم وهذا التبع هو ولد رسقاء يماما وأرجع إلى اليمن وأقام على اليهود وكان يعبدون أشياء كثيرة وأقنى أهل اليمن بإتباع اليهود وبعده جاء حسان أسعد وهو ابنه وهذا التبع حسان خج بجيشه الجزيرة وصل إلى الشام وهو يقضو كذا جيشه يهلك فأشار بعض الناس على أخيه عمرو بقتله وعودت الجيش إلى الديار كان هذا فعلا واتبع هذا عمرو أصابه الأرق وجفة النوم بسرى ما فعله بأخيه فوسب على من نصع بقتل أخيه قتلهم جميعا ومات بعدها واستولى على الحق لجزء سيء اسمه الخني عزي الشناتر ولم يكن من بيت الملوك رغم أنه حميريا فشت الفحشاء فيهم وتولى بعدها رجل اسمه زينواسي ومذكور بالقرعان الكريم بزي الأهدود قتل أصحاب الأهدود ويذكر هنا أن نجران كانت متأخما لليمن وكان بها رجل فيها يسمى عبد الله بن ثامل جاء برجل نصراني اسمه ميمون وكان نجر صالحا على دين عيسى وكان يعبد نجرة فدعا عليها فاقتلع الله تعالى ليدخل أهل نجران نصرانية أفواجا ليقوموا التبع ذينواس بحفر الأخاديد وحرقهم ونجى منهم وحادا يسمى النجاز سعلبان وذهب للروم ليأخذوا السأر من دينواس فأرسوا للحبشة مخبرين إياه ماذا جرى لأهل نجران فأرسل الحبشي جيشا على رأسه رجل يسمى أرياط ومعاونه يسمى أبرها في القرن الزادس الميلادي تعرضت اليمن للغزو الحبشي الذي استمر لمدة ستون عام ولكن في نهاية المطاف تمكن الحميريون من طرد الأحباش من اليمن ومساعدة النعبان بالمنذر ملك العراق تفاصيل في غزو الحبشي لليمن وزعجها منهم اكتسح جيش النجاشي اليمن وقضى على زيز دمواش وسحق ملكه وصال الملك على اليمن نصرانيا تحت حكم الأحباش اختلف أرياط مع أبرها ووقع بينهما شجار وكان أبرها سمينا وكان من أحد غلمان أرياط شاب يسمى عتوتا وقام عتوتا بضرب أبرها على وجهه فشرم وجهه وقيل له عقب ذلك أبرها الأشرم فقام عتوتا بخيانة أرياط وقتله ولما وصل الخبر للنجاشي غضب غضبا شديدا وأقسم ليط إن أرضى اليمن برجله ويزدي ناصية أبرها وكان أبرها محنكا فأرسل للنجاشي ترابا من اليمن وجز ناصيته بيده وأرسلهما لأبرها قائلا له افدي قسمك وأنا عبدك مثل أرياط فسكن النجاشي وقرأ أبرها على حكم اليمن ومنهما أراد الكعبة ونزل في الحادثة القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وبعد أبرها حكم عقب ذلك ابنه أكسوم وبعده مسروق وبعهد مسروق عاد حكم العرب عن طريق الحمير سيف بن زيزن وذلك بمساعدة النعمان من المنذر في العراق وكان سيف من زيزن يسكن بالشام تفاصيل استعادة حكم الحميريين وعندما أقبل سيف من زيزن على النعمان بماء السماء الذي يحكم بلاد الرافدين بتبعية الكسرة أخذه وقدمه على الكسرة وقال له الأخير يدكم بعيدا وأعطاه عشرة آلاف درهم فوزعها أكلها للناس ولما وصلت قصته لكسرة سأله عن سبب توزيعه المال فقال أني لست بهاجة المال كبلادي جبالها ذهب بهدف حصوله على دعم عسكري يغضو بها اليمن فشاور كسرة وزراءه فأشار بمساعدة بثماني مئة رجل محكمون بالإعدام في سجونه وأخذه سيف من زيزن لهذا الجيش وغذى فيه اليمن وقضى على مسروق وانتهى حكم الأحباش فيها وعاد الحكم الحميريين العرب في اليمن ومن جاء عبد المطلب جد الرسول عليه أفضل صلاة والسلام وهنا الملك العربي بعودة الحكم العربي وبذلك أصبح ملك العربي تابعا لكسرة في نهاية حكم الحميريين يتنق آخر ملوكهم بازان الإسلام وبذلك أصبحت اليمن الإسلامية حيث أنه بداية أعجب بدين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره لكسرة في ذلك فرفض الكسرة أنه شروان الدخول بالإسلام وقال لبازان أن أدعوه ليبتعد عن رسالته أو أرسل لك جيشا تحضره لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبازان بأن كسرة سيموت في اليوم الفلاني فمكس ينتظر موته كما أخبر الرسول عن ذلك وفعلا حس ذلك تماما وقتل أبناء كسرة أنه شروان على يد أبناه فأعلن بازان إسلامه وأمر قومه بالإسلام ومنذ ذلك الوقت أصبحت اليمن مسلمة إلى يومنا هذا